أحبابي الكرام السلام عليكم من شافة البحث البخاري كنت من أن شاء الله كل شي يكون زيان ومصيحة جيدة الحلقة ديال اليوم إن شاء الله قد نخصوها لحسب المحسين الخبز ولا البودر كل واحد أشكيسميه كله كيقول له البودر ديال الخبز كيلي كيقول ليه محسين الخبز كيلي كيقول ليه يعني بزاف ديال الأسماء كل واحد كيفاش كيسميه محسين الخبز كما كان نلاحظ هذه العلبة تأخذ 1 كيلو يعني في 1 كيلو جرام وهي بحال ذبها هذه كان أنا كان أخدم بها الكروسان يعني القرص بزاف ديال المسائل يعني ديال الخاميره كنستعمله بحال ذبها هذا كل ما كيعرفش كيقول لك أدي محسين الخبز محسين الخبز هو هذا يعني أنا ماشي كان أعمل له الإشعار ولا ما كان أعمل له إشعار هنايا بعض هنايا بعض الأخوات ما كيعرفوش محسين الخبز وهنايا كنت منها شاء الله في هذه الحلقة هذه تعرفوا عليه ونتعرفوا عليه جميعاً هنايا هذا المحسين الخبز هو مفعول ذياله هو يعني كيشد كيشد العجينة مزيان يعني ما كيخليهاش تشتت ولا تسلع ولا يعني كيجمعها بحل يعني كيخليها كيخلي العجينة متماسكة وكتجبدها وكيفما وحتى الخامرة مليكة تخمر كتوقع كتطلعنيشاً وحتى الأخوات ما كتطلعش مزلها ولا كتوسع ولا كتجي مفرشها لا هذا دائماً كيجمع شواء الخبز ولا القرص ولا بتيبان أي حاجة كيجمعها وهنايا هنايا هنايا نعمله بحل مثلاً بحل كيلو ديال داقيق كان بعض الأخوات كيقولك ودي كيلو ديال داقيق شحناً يمكن لنا نعمله فيه ديال هاد المحسين الخبز وكيقول لك ودي احنا ما كنعرفوش محسين الخبز كيف عامل واش كريمي ولا شي حاجة هذا بودل كما كتلاحظوا يعني بحال داقيق يعني بحاله بحال داقيق بحال بحال غير هو كيجي شوفوكي بشك يعمل يعني بحالك يخلي سباغة في اليدين يعني يعني هادك يكون لين يعني بزاف بحال شكل المي زينها هذا مثلاً عملته كيلو ديال داقيق كتعمله فيه جوج ديال القرامات في الكيلو واللي كيعمل الخبز مثلاً كين اللي كيعمل مثلاً مية كيلو ديال في مثلاً في الماكينة ديال الخبز ماكينة كبيرة كيعجنو يعني الكيمية كثيرة بزاف هنا يا غير تعمل مثلاً مية كيلو ديال داقيق غير تعمل ميتين كرام من هذا مدى محسن الخبز وحالك يعمل البتيبان ولا مثلاً عملته خمسة كيلو غير تعمل عشرة كرام يعني هنايا غير نلقوها عاملينها غير تعمله هنايا هي كمية الاستعمال هي ميتين كرام لكل مية كيلو كرام من داقيق كنت من شاء الله تبقى لكم زي دبا كنت من شاء الله تكونوا عرفتوا دبا محسن الخبز وعرفتوا الكيمية اللي غادي تعملوا في الكيلو عملتوا نصف كيلو خمسمية كرام غادي تعملوا جرام يعني جرام هو كيعطيك تقريباً ملعقة صغيرة نص ما كاملاش نص ديال ملعقة ما كاملش نص ديالها هدك هو القراء ملعقة صغيرة وما تكونش داك النص يكون واقع يعني تجي بحلبلة يعني غير شوية وهنا دبا إن شاء الله كنت منها يعني استفدتوا كنت منها إن شاء الله تبارتجوا المعلومات مع الأصدقاء باش يستفد الجميع وإلى اللقاء في حلقة القديمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله وبركاته شكرا شكرا